مرة تانية بأكد، أنا مبسوط لمجد أفشة جداً، محمد مجد أفشة أعتقد أنه ظروف المباراة دي، توقيت الهدف اللي أحرزه، التغيير اللي حصل على شكل فريق بمجرد نزول أفشة وبالمناسبة، يعني إحنا طبعاً الحضور في المباراة كلهم اتفقوا على أنه بداية أفشة وبداية أو يعني توجد أفشة، مش هقول بداية أفشة، لأنه من حق الموديل الفني أنه يختار هو يرسم التاكتك وهو يتحمل مسؤوليته في الأول والآخر. درشة تلوم مارسل كولر على اختياراته، ممكن ما تبقاش راضي أو ما تبقاش مقتنع أو شايف أنه اختياراته ما قدمتش الشكل اللي أنت تنتظر الأهل يظهر به، لكن اختياره الأفشة والمروان أنه هما ينزلوا يغيروا شكل المباراة ده بالتأكيد ده يحسب لمارسل كولر. والأهم من ده فكرة في نهاية أنك أنت تقدر تنزل اسم أو تحط العيب في الملعب يغير من سيناريو المطش ويخلي الكفة كلها تميل لصالحك بل أنه يكون مؤثر على مستوى الصناعة. وده كلامي على أفشة على مستوى الصناعة أنه يصنع هدف لإمام عشور يقتل به المباراة الكلينيكية ويسجل هدف الناس كلها تقول عليه القضية التانية أعتقد ده انصف كبير جداً لأفشة. كمان حقيقة لازم عليش تسمحولي لازم أتكلم على أمام شوية لأن إمام من أول ما تم أو تم الإعلان عن انضمامه للنادي الأهلي وفيه محاولات دايماً لاختياله بأشكال كتيرة جداً. بالذات على منصات السوشيال ميديا بيحصل على بعض الشاشات وبيحصل للأسف من بعض المحللين المفترض أنه دورهم على الشاشة يكون قاعدته الأساسية أنه يكون موضوعية ومهني. لكن للأسف عندنا كتير من المحللين طبعاً ده هدف إمام الأولاني طبعاً كرة أكتر من رائعة كرة اتكلموا عليها كتير جداً أنها أوف سايد خدوا كدر صغير جداً حاولوا يعلقوا شماعات كتير جداً. الكرة من أول لقطة أنا شفتها من أول إعادة تحديداً أنا شفتها أنا قلت على طول أنها مش أوف سايد والفر حقيقة عن صفنة. والكلام اللي تقال كل محاولات التشكيك في الهدف الحقيقة لا فيها دقة ولا فيها موضوعية كلها كزب وكلها فوتوشوب وكلها يعني كرة فاشل أي شكل حقيقة وتغطيت فتوح واضحة للجميع. وحتى لعب الأهلي التاني أعتقد ده كان كهرباء مش متداخل في اللعبة ناس قلت لك ده أوف سايد في القرى تتحس بأوف سايد ناس قلت لك أنه إمام سابق فتوح. كلام ده كله ليس لها أساس من صحة والفار وضح اللعبة بمنتهى الوضوح وكل خبراء التحكيم أكدوا على اللعبة وأكدوا على أنه إمام كان ليه ضرب الجزاء في الشرط الأولى والحاكم ما احتسبهاش والفار ما استدعوهش والمطلة خلست والناس فرحت واحتفلت فكل الكلام ده لا هيأثر ولا هيودي ولا هيجيب. إمام الحقيقة مبارح يعني كان واحد من أهم أسباب الفرحة أنه إمام هو اللي سجل الهدف الأول وهو اللي فتح سكة الفوز والتتويج للنادي الأهلي. فالحقيقة أنا الاتنين دول بالذات طب كل اللعبة الأهلي كانت تجوموا على قد المستوى يمكن فيه لعيبة كانت بعيدة شوية عن مستوىها ما قدمتش المنتظر منها لكن في النهاية الكل قدم اللي عنده بنسبة 100% وقفلنا الصفحة والنهاردة الفريق رجعت مرة مرة تانية.